قتل هنا أربعة أطفال بعد قصف بقذائف الكراسنوبول الروسية على هذا المنزل تصعيد مستمر من قبل قوات النظام على المنطقة اليوم صباحاً كان الاستهداف على هذا المنزل وهنا قتل الأطفال الأربعة وهم من عائلة واحدة ليستمر تصعيد قوات النظام على المنطقة أثناء قدومنا إلى بلدة كنصفرة كان هناك قذائف على الأطراف الشمالية للقرية منطقة القسم الشرقي من جبل أزاوية أيضاً تركناها ولازالت القذائف مستمرة على المنطقة بقصف مدفعي وصاروخي مصدره حواجز قوات النظام من القسم الجنوبي في إدليب طبعاً هذا التصعيد لقوات النظام البارحة أيضاً كان هناك مقتل عائلة من بلدة مشون أيضاً نتيجة قصف بقذائف الكراسنوبول الروسية تصعيد قوات النظام مستمر على المنطقة منذ الخامس من حذيران وحتى هذه اللحظة يومياً هناك قتلى وجرح من المدنيين هذه إحدى شضايا الصاروخ الذي سقط في هذا المنزل هنا نتيجة القصف الروسي على المنطقة يستمر تصعيد النظام هناك حتى هذه اللحظة طائرات استطلاع إيرانية تدور في القسم الشرقي من جبل الزاوية وطائرات الأورلان 30 المسؤولة عن قصف بقذائف الكراسنوبول أيضاً متواجدة في الأجواء في منطقة جبل الزاوية بريف إدليب الجنوبي أحمد أمين تلفزيون سوريا جبل الزاوية ريف إدليب ترجمة نانسي قنقر